نكملين بسلسلة التحويلات العددية ورح نتعرف اليوم على طريقة التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي كيف أحول من النظام الثماني إلى النظام الثنائي طريقة التحويل من النظام الثماني إلى الثنائي بدي أفرد العدد اللي بيكون معي بالنظام الثماني وأفرد عليه أعدادي ثلاثة حكي أن أعدادي هم مضاعفات العدد بما أنه إحنا بنحكي ثلاثات رح أفرد واحد، اثنين، اربعة في كل مرة تحت كل عدد يعني عندي مثال الـ 45 بالنظام الثماني شو بيقابلها بالنظام الثنائي بدي أفرد الـ 45 بهذا الشكل هلأ تحت الـ 45 بدي أجي أحط 1-2-4 وتحت الـ 4 بدي أحط 1-2-4 الآن من الأعداد اللي موجودين عندي هدول الـ 1-2-4 شو هم الأعداد اللي إذا بجمعهم لبعض بيعطوني 5 ببلج أجمع الأعداد لحتى أحصل على عددي ببلج طبعا من اليسار من عند أكبر عدد اللي هو 4 يعني الأربعة قديش بدي لحتى تصير 5 الأربعة والواحد بأخذ الأربعة وبأخذ الواحد باجع الأربعة ببلج من عند الأربعة بكتفي فيها لأنه هي بتساوي أربعة طبعا الأعداد التانية ما بأخذها الآن الأعداد اللي بستخدمها بحط حتيها 1 واللي ما بستخدمها بحط حتيها 0 يعني أنا هون استخدمت الأربعة واستخدمت الواحد بحط حتيهم 1-1 والإثنين بحط حتيها 0 عندي هون استخدمت الأربعة بحط حتيها 1 وهدول بحط إحتيهم أصفر فبصير معي العدد التالي بالنظام الثنائي بجمعهم مع بعض اللي هم من هون أو من هون عادي اللي هم 1 0 0 1 0 1 بقابل للـ 45 بالنظام الثماني هذا العدد بالنظام الثنائي مثال آخر عندي أنا هون الـ 476 بالنظام الثماني بديها بالنظام الثنائي كثير سهلة حكي أنا لح Aفرد العدد هيك بعيد عن بعضه اللي هم 6740 و تحت كل عدد فيهم بدي أحط عددي بس أعدادي لهم 1-2-4 وهون 1-2-4 وهون 1-2-4 ببلش من عند الستة مثلا من اليسار باخد الاربعة ببلش أجمع من عند أكبر عدد الاربعة قديش بدي لحتى تصير ستة بدي اتنين باخد الاربعة والاثنين السبعة طبعا السبعة دائما لأنه هي أصلا أكبر عدد بالنظام الثماني دائما احفظوها رح نوخد الواحد والاثنين واربعة لأنه مجموحهم أصلا هو سبعة الاربعة بناخد بس الاربعة ونتوقف الاعداد اللي اخدناها بنحط احتيها واحد واللي ما استخدمناها بحط احتيها صفر يعني هون 4 و 2 استخدمنا بحط احتيهم واحد واحد وهون صفر هون استخدمناهم كلهم بنحط احتيهم واحد 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 وهون استخدمنا بس الاربعة بحط واحد و صفرين تحت الاثنين والواحد فبجمع الاعداد هدولة الواحد والصفر اللي طلعوا معي هون كلياتهم مع بعض فبيطفع معي هذا العداد بالنظام الثنائي ما يقابل الـ 476 بالنظام الثماني الآن كمان مثال لحتى تتوضح الفكرة الـ 123 بالنظام الثماني إيش بيقابلها بالنظام الثنائي فردت الـ 123 بالـ 3 والـ 2 والـ 1 بعادتهم عن بعض وبعدين بفرد عليهم أعداد اللي هم 1-2-4 بهذا الشكل 1-2-4-1-2-4 ببلش من عند الأربعة الأربعة طبعاً أكبر من الثلاث ما رح أستخدمها باخد الـ 2 والـ 1 ببلش أجمعهم رح أستخدمه الـ 2 والـ 1 كمجموع للعدد 3 الـ 2 عندي أصلاً عدد 2 فباخده مباشرة الـ 1 برضو باستغني عن الـ 4 والـ 2 وباخد الـ 1 مباشرة الآن الأعداد اللي استخدمتها بحط تحتيها 1 واللي ما استخدمتهم بحط تحتيهم 0 بهذا الشكل بعدين بجمعهم كلهم مع بعض بيطلع معي 123 بالنظام الثماني بيقابلها هذا العدد بالنظام الثنائي مثال آخر عندي الـ 60 بالنظام الثماني إيش بيقابلها بالنظام الثنائي بفرد الصفة الـ 60 ركزه معي هون لأنه في صفر ركزه كتير منيح بدي أفرد الـ 1-2-4 والـ 1-2-4 هون تحت كل عدد الصفر طبعاً ما بينجمع له إشي لأنه أصلاً صفر ما إله قيمة باجي على الـ 6 اللي هي عبارة عن 4 و 2 بهذا الشكل طبعاً هدول لأني ما استخدمت والـ 1 فيهم بحط مكانهم 3 أصفار هون تحت الـ 4 والـ 2 بحط 1-1 وهون الصفر بجمعهم بهذا الشكل يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر